يسعد صباحكم مشاهدينا في ثاني فقراتنا مثل الفنان التشكيلي عصام الصباح فلسطين في مهرجان الخشب العالمي الذي أقيمه في النيبل الشهر الماضي نتحدث عن أهمية هذا الموضوع وآخر أعماله ومعارضه يسعدنا أن نستضيف الفنان التشكيلي عصام الصباح الله صفحك بالخير صباح الخير لجميع والجمهور نورت السوديو عصام كيف أصلاحت الحمد لله تماما قبل أن نبدأ بالحديث عن المهرجان التي شاركت فيه سنتحدث عنك أنت طبعا عصام متى تم اكتشاف هذه الموهبة لديك من أين بدأت تتعمل بالأعمال الخشبية الخشب يعني موضوع من المواضيع التي أتعمل فيها في عندي كمان النحط على الخشب في النحط على الجبس يعني أنا بناء وتركيب مجسمات هذا الشيء يعني بساطة بتعمل فيه تقريبا أكتر من عشر سنين لكن الهواية أحساسا كانت في الرسم الرسم، ألوان زيتية وألوان أكرلاك والنمائية بعد ذلك طورت الهواية إلى أمور يعني إلها لأقل المجسمات أكتر آه هكذا بدأت بس يعني فيه حدا من علتك فنان أو حدا ألهمك أجمالاً الفن موجود في كل عائلة لكن بتميز من إنسان لإنسان يعني كل إنسان بيكون عنده القدرة أكتر من إنسان تاني لكن كل إنسان فنان يعني ببعض ببعض أكيد خبرتك طويلة فـ الحمد لله يعني يعطيك ألف عافية رح نتحدث كمان عن المشاكل اللي بيعاني منها الفنان التشكيلي بفلسطين حسب خبرتك أنت؟ المشاكل كثير لكن أهمها هي تشجيع الفنان نفسه على إقامة المعارض والإقتناء للفنان نفسه لأنه في عنا مشكلة إنه الفنان ممكن يعمل معرض لك إما فيه إقتناء للفنان نفسه فهذا الشيء ممكن يعمل له يعني ما يعطي للفنان حافظ أو ما يعطيه دافع أنه يستمر في هذا العمل أو في إقامة المعارض في حبذا لو يكون فيه حاضن للفنانين تدعمهم وتقوم معهم وتساعدهم في إقامة المعارض وأيضا يكون فيه نوع من الإقتناء من رجال الأعمال من الجهات الدعمة لأنه في النهاية الإنسان أو الفنان بحاول ينظر للمنظور الدائل المادي فهذا شيء كثير مهم برضو للفنان وفي عندما كمان من المعارض المهائل أو الفنان من المشاكل اللي بعاني منها اللي هي الجدار المسافيات الأمور ببير يعني أكيد في ترمع القاتل في فلسطين خاصة للفنانين بتخلي الفنان كمان شوية صغيرة مقل في أعماله صحيح، ولو ننتقل للقضية اللي بتحاول أنت من خلال أعمالك تصلاة الضوء عليها؟ كل الفنان بحاول دائما يعني الفنة بشكل عام هو فن إحساس يعني القضية اللي أنت عايش فيها هي اللي بتحفز الفنان أنه يشتل أو يتعامل معها صحيح يعاني مننا فهذا الشيء يعني الإنسان أو الفنان بحاول دائما نصبط عليه صحيح، ويعبر عنه بالطرق مختلفة أكيد، أكيد، هذا الشيء كمهم و بنفس الوقت أحكي بدي أحكيها أنه في صعوبات يعني ممكن نحكيها صعوبات أنك أنت تعبر عن هذا الشيء حتى بالأعمال الفنية أكيد، لكن دائما نحاول إحنا نتحدى هذه الصعوبات نحاول نشتغل ونحاول نتجازها وهي براعة الفنان أنه بقدر يعبر عن أي شيء بطرق مختلفة هذا الشيء أكيد، فنحاول دائما ننفوض التجربة ونحاول دائما نطلع بشيء جديد إن شاء ما وهي طبعاً عم بعرض مجموعة من الصور على الشاشة لبعض الأعمال طبعاً ها جميعا من أعمال لك؟ هذا أعمال، صحيح، أعمال محمودة الدويدربيش ونحاولنا أيضاً بشيء أنه فينا ويوجد عدد العودة ها يكون هذه أعمالك، هل يوجد أحد يساعدك؟ لا لا، كل خاصة فيه هذا كان لدينا معرض، العام الماضي، مارضة ربيع القدس وشاركنا فيه مجموعة من فنانين إسماء منصور طلب ادباك، صراح الأطرش، حمز الأطرش كان في مركز الحياة في القدس الحمد لله، أعني أصدق كثيراً وانتقل هذا المعرض في مظم محافظة الفلسطين طول كريم، قلقيليا، نابلس، الخليل والقدس وحالياً نحاول نحضر للمرض القادم اللي هو ربيع القدس 2 إن شاء الله على خير لو نتحدث كمان عن مشاركة في المهرجان طبعاً أنت شاركت بالمهرجان لو نتحدثنا أكثر عن نفس المهرجان مدته، متى شاركتين؟ المهرجان صلى أربع سنوات مهرجان جديد القائم على هذا المهرجان هي جمعية الخشو العالمية وصحبها واحد من الصين وهو اللي قام هذه الجمعية وهو اللي يشتغل على هذا الموضوع في إيرا اليوم أكثر من مركز في أمريكا في عدة دولة أوروبية وبنفس الوقت كل عام بحاول يجمع النحاتين من مختلف العالم للإرشاد وبنفس الوقت للتنبيه لأهمية البيئة والمشاكل اللي بتعاني منها البيئة صحاً أيضاً هذا الموضوع أكيد لازم تأخذوه بعن الاعتماد من أن تستعمل وهذا كان الشيء مهم لأنه الهدف من المهرجان هو تعريف الفنان بالخشب وتعريف الفنان كيف المحافظة على هذه النوعية من الأخشاب وكمان زراعة الأخشاب يعني نحنا في النهاية كمان بعد ما كل فنان أخذ قطعة من الخشب ونحطها وعمل منها قطعة معينة لكن في النهاية خرج جميع الفنانين بدأوا كانوا محاضرين شجر وهذا شجر بدأوا بزراعته فكل فنان تقريباً زراع شجرة تقريباً هاي برضاً بعرضوا مجموعة من الصور هذا من المهرجان صحيح طبعاً كان عندما عدة مشاركات من المهرجان من دول العربية فيه تقريباً كان خمس عشر دولة العربية فيه أخطر ممئة دولة مشاركة في المهرجان فيه من عمان فيه من الكويت فيه من السعودية من طبعاً في هاي القطعة اللي هي كان مطلوب منها كل فناني يعمل قطعة تمثل برده أو شيء من برده وبنيناها وحطناها كحرف الـ DNA للجسم الإنسان فكانت زي إشارة كانت زي نوع من الاتحاج التوحى زي الوحدة ايوان فصووا منه جدار كبير كان جدار جداً رائعاً وفيه أنا هون الخنجر العماني كان الفنان جهاد يعمل بطريقة ممتازة وفيه أنا كان في عندي نوع طبعاً في عماننا من أوروبا وماكسين وفي عدد مجموعة من الفناني كانوا موجودين فاهد كثير من الدول ذاكرت أنت كثير من الدول العربية والأجنبية أيضاً شاركت فيما أجنبية صحيح كان فيه أكثر من الدولة الأجنبية من فرنسا من بريطانيا من أمريكا وغير من أفريقيا مجموعة كبير من الفنانيين طيب فيه فوز عم تتنافسوا لا 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 كان فوز فقط لتوفيتكم هي تجميع الفنانيين هي الفكرة الحلوة كل دولة أو كل سنة بيسووا مهرجان في دولة وهذا المهرجان المقتنيات والأعمال الفنية التي تكون موجودة في هذه الدولة بتصيرها الدولة نفسية أنت ما بتأخذ القطعة معاك فهي بتصير للمهرجان والجمعية وفي النهاية يعني في عندك تقريبا 400 فنان وهذه 400 فنان كل فنان تقريبا عمل قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعة وهذه القطعة بتروح للجمعية نفسها بالمقابل لطبعا الدعوة والإقامة والكل هاي الأمور على حساب الجمعية نفسها فكان الوضع كتير منظم وكتير كان الوضع قائم يعني منظم بطريقة قوية جدا طب لو نتحدث أنت شخصيا ما استفادت من مشاركتك بهذا المشاركة المشاركة كانت تي أول شيء قبل نحت كان عملية تركيبية لبناء خارطة العالم فكان في عندي عمل كبير كان شايفينه على الفيسبوك وتواصل معي وتراثل معي وكانوا حابين نعمل هذا العمل عندهم في النبال فللأسف لما وصلنا النبال أو لما بدنا نجزي أشوف شو المواد يحضرونيها أو المواد ما كانت موجودة ونفس الوقت الالخمس أيام ما كانت كافية لعمل التركيب لأنه بدأت تعمل خارطة العالم بدأت مواد ومشاركة من الغراء ومن الإنشارات ولكن أنت عملها من قبل نعم، هم شفوها عندي على الفيسبوك وموجودة تقريباً ثلاثة متر كانت طلبوها فلما وصلت عندهم ما كانت مواد موجودة فأطردت أن نحط والحمد لله عملت نوع من الامرأة منحنية أو سموة أو عدة تشكال التساؤل أو الامرأة أو عبادة كان لها أكثر من صدا والحمد لله كانت قطعة مميزة وأيضاً أخذت خبرات أنا أعتقد من كثير ناس الخبرة كانت موجودة يعني كثيراً تتعامل مع ناس لهم باع طويل وخبرة كبيرة في النحت والنحت هو مش قطعة فنية بدا أن نحطها وخلاص النحت هو فكر فأنت لما بدك تتعامل مع أي قطعة فنية هي بدك تتعامل مع فكر معين لأنه أول شيء هي قطعة مسمطة يعني ما فيها أي نوع من الحياة فأنت يعني بتحاول تفكر أو كيف تخرج من هاي القطعة شيء حي شيء يلمس الواقع فهذا الشيء كان نوع من التحدي لكل الفنانين فكانت في ورشة عمل كبيرة كل الفنانين كان كل واحد فيهم همه أنه ينتم من القطعة تبعته فكان نوع من التحدي والتنافس والأفكار كانت كتير قوية لكن في النهاية ما في رابح ولا خسارة لكن هي بالنهاية كانت نوع من التجمع وكان مهرجان كتير قوي جدا وخلال الأعوام القاضية طبعا يعني ممكن يكون في كمال مشاركات لعدد فنانين فإن شو الله يعني منحاول احنا اليوم على تواصل معهم فهي الفكرة عم منحاول إن شو الله إذا قدرنا نوصلها في القدس هون أو في فلسطين عم نشترا هذا الموضوع إن شو الله تنجح معنا يعني شيء مهم خصوصا خصوصا قلع الأشجار تصرع لهم باستمرار وخصوصا مع صح نحن نحافظ على البيئر نحن نحاول كمان نتكلم عن شجر أهمية الشجر وخصوصا شجر زيتون لأنه كتير من عالي يعني في مشاكل كتير صح تستخدم أنت أيضا شجر زيتون في أحضر طريبا في شجر زيتون في كمان هي الإنشارة مع الغرة نحن نكون بعملية إعادة تدوير ممكن صحيح قص قطعة خشبية بالإضافة إلى وضع الإنشارة مع غيرها وتتركبها وتتركب معين ممكن شفتها قبل شوية وتتطلع منها موضوع عن القدس موضوع عن أي شيء أنت ممكن أن يختار في بارك وهذه المادة قوية جدا بعد أن تنشف وهذا الشيء اللي يعني خليها تصمت كمان يعني تظلها دائما موجودة لو نتحدث على أعمالك القادمة أكيد في إلك مخططات لمستقبل طبعا في عنا حاليا عم أحضر المعرض القادم لربع القدس 2 وهو ممكن أن يكون في 15-15 يعني لشهر الجاي وفي عندي أدات أعمال جديدة إن شو الله عم نحاول أشتر عليها وهي طبعا الهلاقة بالقدس والقضايا الفلسطينية والمشاكل المعانا فيها وبنفس الوقت عم نحاول في عنا كمان مهرجان طفل ممكن أن يكون في شهر تسعة لأنه هذا مهرجان جديد وعم نشتر عليها إن شو الله وإن شاء الله منلاقي يكون شيء يعني له صدق قوي في القدس من خلال تجربتك وتجربتك الشخصية خلينا نحكي تنصح اللي عندها الموهبة واللي عندها الشغف أن يستمر فيها الفن بده استمرية وإذا كان أي فنان عنده هذه القدرة وهذا النفس الطويل بده يستمر لأنه في معانا كثيرا وإذا ما حكيت من أول أنه الفنان إذا ما كان فيه له تشجيع أو ما كان فيه له أي نوع من الدعم والاقتناء هذا الشيء ممكن شوي صغير يعني يحد من قوة الفنان لكن يعني الهوائي بتمق الطاغ يعني الإنسان أول على آخر الدم أو الفنان الدم يتحرك فيه بفحاب الدم زي ما نحكي دم محامية دائماً بضلي بداية حتى يعني آخر شيء بصير همه المادي لكن يعني يعني بنحكيها كل الشباب اللي عندهم من هذه الهوائي ما يوقفون وفي هناك مشكلة اللي هي تعريف الفن نفسه يعني إنه لو جينا نعرف الفن الفن يعني بتقسم له أكتر من قسم اللي هو النحت والعمارة والتصوير اللي هو تصوير الرسم فهذا كله بنشمله في أساس الفن التشكيلية فعني يعني لو جينا نتكلم ناخد الفن بشكل عام الفن بكون واسع في كل حياتنا شامل كل شيء صح فنحاول إن شاء الله يعني نعرف الطباب أو الموهوبين أو الفنانين على كافية التعامل مع الفن وكيف صلت الضوء على أفكاره على القضية تبعتنا وإن شاء الله يعني يجب علينا استمرارية لقدام إن شاء الله إن شاء الله طبعا يعني بتمنا لك أنا مزيد من التفاوك والنجاح إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله نشوف أعمالك في أهم المعارض إن شاء الله أعطيك ألف عافية شكرا لإله مشاهدينا رح ننتقل نحن وياكم لفقرة الأبراج استمر معنا جماً موسيقى 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 موسيقى